السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميدو يهاجم أحد الجهلاء شن أحمد حسين ميدو المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي هجوما عنيفا على أحد الأشخاص والذي وصفه بأحد الجهلاء أحد الجهلاء هذا الذي تحدث وهاجم مدن القناة متهما هذه المدن بأنها سبب نقصة مصر في عام 1967 أكد ميدو أن مدن القناة وشعبها هي مدن الشجاعة والبسالة وما شهدته من أحد الجهلاء لا يمت المصريين بصلاة بقول الجاهل هذا لولا إخلاص وشجاعة ورجولة مدن القناة لكانت مصر عاشت ظروف أصعب من التي عاشتها وقت الحرب ووصل ميدو قائلا بقول الجاهل ده احترم نفسك أنا عاشت وسط شعب الإسماعيلية وعرفت وشفت مدى إخلاصهم وتفانيهم في العمل دول كلهم رجالة ومش مسموح لحد يغلط في شعب القناة والإسماعيلي تحديدا الناس دي تابت على مدار تاريخها والكلام دائم ملحوظة أحد الجهلاء هذا هو واحد من جمهور الأهلي خرج في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واشن نهجوما على مدن القناة وأهلها ترجمة نانسي قنقر